معنا من واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نور من رول أهلاً وسهلاً بيك أستاذ نور من رول سمعنا اليوم من المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة تحميل إسرائيل مسؤولية حماية المدنيين إلى أي مدى في ظل هذه الجلسة التي عقدت على وقع هدنة يمكن أن تمدد إلى أي مدى اليوم نفهم أن الولايات المتحدة ربما تحاول بطريقة أو بأخرى تجنيب القطاع جولة ثانية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار مرحباً بكم وبالمشاهدين بالإضافة إلى تصريح السفيرة جرينفيلد وزير الخارجية بلينك يسافر إلى إسرائيل ويوجه نفس الرسالة وهذا التحدي لدى إسرائيل لتدمير حماس سيحتم إجراء عملية عسكرية في منطقة مكتدة بالمدنيين ولم يأخذ جيش عملية كهذه في السابق لأن هناك تحدي لهزم العدو وفي الوقت نفسي حقنا دماء المدنيين هذا تحدي كبير طيب وبالتالي ما هي الرسالة التي يحملها أو ما هو التصور الذي يأتي به اليوم وزير الخارجية مرة جديدة إلى إسرائيل الرسالة هي أن عملية إسرائيل في خانيونس ومناطق أخرى في قطاع غزة لا يمكن أن تكون مكثفة كما حدث في شمال غزة وإسرائيل عليها أن تصمم خطة حذرة جدا لتفادي الخسائر المدنية ولذلك فإن وقف إطلاق النار هو أمر تؤيده القوات الإسرائيلية لأنه يتيح لها تخطيط بعناية للقيام بعملية عسكرية مستأنفة أكثر حذرا يعني تعتبر أستاذ نورمان أنه جولة ثانية من هذه العملية العسكرية وكما سمعنا مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أنه تم التوافق عليها غدا سيحضر أنتني بلينكين أيضا اجتماع للمجلس الحربي الإسرائيلي وبالتالي هل اليوم نحن حتميا أمام هذا السيناريو فور انتهاء الهدنة أم ربما تكون هناك أي نوع من المفاجآت في اللحظات الأخيرة رئيس الوزراء نتنياهو كرر مرارا إنه لن يكون هناك توقفا للعمليات القتالية بعد انتهاء الهدنة أرى أن هناك ضغوطا أمريكية وكذلك هناك المسؤولون الإسرائيليون بعضهم قالوا إنه لا يجب مواصلة سقوط خسائر مدنية وإذا لم تختر إسرائيل مهاجمة حماس فإنها ستعلق في وضع يكون فيه قادة حماس قادرين على معاودة الهجوم مرة أخرى إلى أي مدى اليوم حديث أنتني بلينكين عن أنه حان الوقت الآن لبدء المحادثات حول المستقبل هو واقعي إذن نعم هذا الوقت آن للحديث عن حال الدولتين لكن التحدي هو أنه في الولايات المتحدة لا نتصور أن تكون حماس في دولة فلسطين وتقودها حماس نريد أن يكون هناك طرف يفاود باسم الضفة الغربية وغزة وهذا الطرف يجب أن يكون السلطة الفلسطينية وهذا ما أحل إليه بلينكين هل اليوم يمكن أن نكون أمام سيناريو مختلف نوعا ما لأنه على وقع هذه الهدنة في قطاع غزة حتى رغم الخروقات هناك تصعيد تندد به الولايات المتحدة وتقوم به إسرائيل في الضفة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية لم تدن إجراءات إسرائيل وإنما قالت لإسرائيل بأنها يجب أن تتفادى الخسائر المدنية وأرى أن المرحلة التالية ستشمل ضربات جوية أقل وذلك لتقليل الخسائر المدنية وأرى أن هذا يمكن أن يحدث وما هو إمكانية اليوم التصور الذي يمكن أن يحمله بلينكين فيما يتعلق بهذه الفترة حتى لو كنا أمام سيناريو ضربات نوعية تستهدف قيادات من حماس عمليا على الأرض من يمكن أن يجري هذه النقاشات وهذه الحوارات أو أن يتحدث حتى بالمرحلة المقبلة كيف يمكن أن يكون شكل القطاع تنكون واضحين ليس هناك أدلة بأن واشنطن أو إسرائيل ستهتمان بمفاوضات مع قيادة حماس حول حل الدولتين ولذلك السؤال أصبح هو إلى أي مدى يمكن للسلطة الفلسطينية أن تضمن الحكم على غزة للسماح ببدء المفاوضات سيكون ذلك صعبا لأن السلطة الفلسطينية ليس لها شعبية لا في غزة ولا في الضفة الغربية وهذا ما هو الرهان الذي يجب أن يعمل عليه الأطراف العربية في المنطقة وأمريكا وإسرائيل شكرا جزيلا لك من واشنطن المسؤول السابق في الاستخبارات الأمريكية نورمان رول شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا نورمان رول شكرا نورمان رول عناية مغلية